نفت ويداد ملحاف احدى المشتكيات في قضية توفيق بعشرين مدير نشر اخبار اليوم وجود اي مؤامرة ضد المتهم مبررة ان السؤال الذي يجب ان يطرح هو هل بعشرين يتحرش ويغتسب العاملات عنده في الجريدة ام لا واضفت المشتكية في حوار مع جريدة الايام ان قلم بعشرين يدينه اكتر مما يبرئه فكيف يسمح لنفسه كصحفي يدافع عن الحقوق والحريات ويدافع عن المرأة ويدعو لاحترامها وتقديرها وما ان ينتهي من البوكلاج حتى يقوم بجرائم شنيعة في حق المرأة واكدت ملحاف انه من العار ومن المفارقة ان يعطي بعشرين الدروس في الحقوق والحريات واحترام الكرمة الانسانية ويقوم بعكس ذلك فهو دائما يدعي الفضيلة والطهرانية ويقدم الدروس في افتياحياته ما قام به يجعله متحما اكتر